أهلا بكم متابعين الكرام إليكم هذا الخبر من جيدة صدر البلد عن قانون الإيجار القديم إليكم التفاصيل خبير يكشف أسباب ظهور قانون الإيجار القديم كشف المستشار جوزيف نصيف الخبير القانوني أسباب ظهور قانون الإيجار القديم معكدا أن لصدور هذا القانون سابقا سببا قويا في مراحل دقيقة كانت تمر بألو البلاد وأضاف جوزيف نصيف في حوار مزاعب رشاشة التلفزيون المصري أن هذا القانون كان دروريا في مراحل زمنية معينة على المجتمع المصري لفتا إلى أن كل هذه الأسباب لم تعد موجودة حلال لذلك أصبع تعديل القانون أمرا منطقيا وتابع المستشار جوزيف نصيف الخبير القانوني أن هناك مشاكل من هذا القانون ومنها أنه حتى لو حصلت على حكم بالإخلاف في نفس الوقت لا يوجد أحد بالشكة وبالتالي صعب التنفيذ مطالبا إزالة عقابات التنفيذ مستدركا أن يجب أن يكون عبد الإيجار القديم أن يكون مؤقتا وليس مؤبدا وتابع المستشار جوزيف نصيف الخبير القانوني أن لابد من مشروع القانون أن يتناول كل الأمور ويراعي الكثير ويراعي الأسر المستترة والأطفال وهناك حالات مثل حالات الطلق وغيرها فيما أكد المستشار جوزيف نصيف الخبير القانوني أن قانون الإيجار القديم مليء بأمور فغاية الأهمية مؤكدا أن القانون لم يحدد جين معين في الإيجار القديم وأضاف جوزيف نصيف أنه الإيجارات القديمة فيها ماليين الشقق المغلقة والتي لا يستفيد منها لأنها تخضع للإيجار القديم وتابع المستشار جوزيف نصيف الخبير القانوني أن الدولة تقم مع الناس وتبني وقلط على العشوائيات وهتعمل أكثر من كده ولازم راعي الناس اللي مش كادرة في القانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم يحتاج لتعديلات لكن في إيطار المعقول من حيثه الكيمة الإيجارية وأكمل المستشار جوزيف نصيف الخبير القانوني هناك حل لمشكلة شقة تخضع لقانون الإيجار القديم وتوفي المستجم وتبعا أنه علشان يتم دخول هذه الشقة لازم أرفع دعوة وعلينا أن ندور على من الشخص الذي يرفع عليها الدعوة في حالة وفاة المستجم وأضاف المستشار جوزيف نصيف الخبير القانوني أن القانون يطبق وليس له علاقة بمالك وعلى صاحب الشقة المستجرة البحث والعمل على الأمر حتى يصل لمن يارس هذه الشقة المستجرة أعزائي مستمعين الكرام إذا عجبك الفيديو اشترك في القناة فعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد